بالحققة أنا قبل ما أجي هنا عرفت رح نرجع لهذا الموضوع المادة 102 بالدستور اللي تعني تشكيل الهيئة وتقول خاضعة لمجلس النواب قرأت القانون رقم ثلاثة لسنة 2011 معدل قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع أنا دورت على شيء واحد هيئة نزاهة المفروض أكثر من نائب البرلمان شغلة حساس المفروض أكثر من حتى القاضي العادي ما أحترامي للقاضي العادي شغلهم حساس جدا يصطدمون مؤسسات يصطدمون بشخصيات أنا دورت على حصانة مليتها يعني بصراحة الشيء الغريب عندي لهيئة النزاهة ماكو حصانة ماكو يعني لا القاضي ولا الهيئة نفسها فقط مسألة تخضع لمجلس النواب يعني مجلس النواب الجهة الوحيدة حسب الدستور أنه إلها حق تستدعيهم تسلعي الهيئة تسلعي أعبائها تتناقش قانونها مستقلة تنفيذية تتبع مجلس النواب بل بالضبط يعني السلطة القضائية ما لها علاقة بها تعرف أننا فصل السلطات الشيء الحلو به هو هذا اللي بالأمريكان اللي بالإنجليزي من تختصره بجملة بسيطة جداً check and balance يعني واحد اللي يراقب الآخر ولكن هناك توازن في الصلاحيات أنت لاحظ من ٢٠٢١ باعتراف الجميع نلاحظ حتى بتصريحات بعض المشؤولين السياسيين الحزبيين الخارج للحكومة أنه يهددوك بالسلطة القضائية بمعنى قدرتهم على أن يستغلون السلطة القضائية اللي يجب أن نحترمها ونبقيها محايدة لكي يضغطوا أنت إحنا شفنا بعض القرارات من المحكمة من التحادية لا تقولوا لي أن تتحشيها القضاء تحشي تقول على مجلس الوضاء أولاً ثانياً ثالثاً رابعاً تقول يجب على مجلس النواب خلال فترة تلقت أن يقوم بتعديل أو بقي كذا هاي تدخل في صلاحياتهم لذلك يعني هو أنا أعتقد أربيل مارد أقول شعر بأمان لأنه حرجع لبغداد فلهذا ما أعرف بصدر ليش أربيل تواجده ومجرد في السؤال ومجرد في السؤال